ريال مدريد دربي مدريد يقدر يفوز على قتلتكو مدريد 2-1 وبسهولة تخيل دربي وبسهولة وفي غياب كريم بن زيمة رودريجو النهاردة سجل هدف أول في الديئة 18 وبعد كده بلفيردي سجل الثاني في الديئة 36 وقتلتكو مدريد جاب يمكن هدف في الديئة 83 بس الأمور كان بالنسبة له انتهت حتى بعد الهدف اللي جابه قتلتكو مدريد ريال مدريد كان مسيطر وكان واقف على رجله وكان هو اللي عامل كل حاجة في المباراة ما تحسش ان قتلتكو مدريد مع سيميوني هو قتلتكو مدريد كم سنة اللي فاته لا لا بعيد قوي وتحس كده ان الحكاية الحلوة ما بين سيميوني وقتلتكو مدريد قاربط على الانتهاء قاربط على الانتهاء مش هو قتلتكو مدريد النهاردة المباراة يعني عادية ريال مدريد أفضل بكثير حتى لو في بعض الفترات كان قتلتكو بيحاول بس الريال واقف على رجله وتحسه في رقاءات قل ريال مدريد مع أنشلوتي بعيد قوي المنافسة كبيرة بين أنشلوتي واتشافن السنة دي ريال مدريد وبرشلونا الفرقتين عندهم لعبين رقائين صحيح الريال غب عنه كريم بن زيمة العمود الأساسي والرئيسي في الفريق والأغم كده ريال مدريد ماسك نفسه وبيقدم مباراة جيدة جدا هنتكلم كثيرا عن هذه المواجهة مواجهة دربي مدريد بين ريال مدريد وقتلتكو مدريد معز منا العزيز محمد عبد الروايب لا يخش معنا دلوقتي نتكلم معه أو نتكلم معاه عن هذه المواجهة الكبيرة بين الريال وقتلتكو وهو بعمل ايه؟ زكا كريم أخبارك ايه؟ أخبارك ايه؟ موجودك على شكل جديد الله يكلم بيك عبيبي أنا قلت كلم صح؟ قتلتكو تحس انه بقى بعيد جدا مش هو قتلتكو مدريد جدا وتحس انه علاقة بين قتلتكو والسيميوني تحس انه هي لازم بقى خلاص نتكي فترة فترة حلوة فترة دي الشغف بتاع سيميوني قلت وغير كده كمان جودة تشكيل السيميوني قلت والمشروع اللي بدأوا من سنين مع أتلاتكو مدريد بيقرب من نهايته وده باين كمان في سوق انتقالات أتلاتكو مدريد في آخر يمكن 3 أو 4 سنين حتى مع ان هو خد الدوري الموسم قبل اللي فات لكن الجودة بتاعة تشكيلة أتلاتكو مدريد عمالة تقل مع الوقت كل لعيب بيخرج مفيش لعيب بيقدر يعوضوا في الجانب الآخر غير كده كمان ان بداية الموسم ده بين ان سيميوني الحلول بتاعته خلص الحلول بتاعته اللي جاري بيها الفرق الأكبر منه في المستوى سواء في الدوري الأسباني ريال مدريد أو برشلونة أو كمان على المستوى الأوروبي قلت بشكل كبير وده اللي غير معا شكله وخطته اللي بدأ بيها الموسم اللي لعب بيها مباراة النهارة طيب نحل تانية ريال مدريد كان الشؤال الكبير ماذا يفعل ريال مدريد ما بعد بنزيمة بعد الإصابة الكبيرة لبنزيمة هيعمل للمدريد بنزيمة هو اللي بيسجل بنزيمة هو اللي بيصنع لها بنزيمة هو اللي بيعمل التحولات الهجومية بنزيمة اللي بيعمل كل حاجة في الملعب تقريبا مع إمكانيات كبيرة طبعا للمودريد وشواميني وكورتوة والصفقات الجديدة والأسماء اللي موجودة في الفريق وفالفيردي اللي عامل مستوى رائع بس برضو هو بنزيمة نص الفريق حرفيا غاب بنزيمة ورغم كده لم يتقصر ريال مدريد بس كريم هو ده بنزيمة وده أنشلوت أيوة أكتر مدرب رائع في العالم ومش السنة دي بس على مدار السنين اللي فاتت كلها عمر ما أنشلوتتي فقد الحلول وفقد تعويض أي لعيب حتى لو كان بأهمية بنزيمة أفضل لعب في العالم وأفضل لعب في أوروبا متعود أنشلوتتي من حتى الموسم اللي فاتت إن هو يتعامل مع الغيابات ومع الإصابات بشكل مؤثر جدا كمان ممكن يكون كخطة بديلة ممكن تكون أفضل كمان من الخطة الأساسية بتاعته اللي بيبتدي بيها الموسم شفنا استخدامه اللي فالفيردي أنا عالي بقى ونت تشرح ده طب تشرحولي على البرد وسيهمني يعني بنزيمة كان لها أدوار كثيرة وكان بينزيل كتير ياخد الكور وكان هو المسؤول عن تحولات دفاعية وهجومية لريان مدينة النهاردة فقلا شفت شكل مغير اللي قال مدينة في طريقة اللعب من فالفيردي وحتى رودريجو اللي بيلعب الدور بتاع بنزيمة بشكل مختلف مع فينيسيوس ده حصل إزاي في المعنى طيب مبدئين خلينا نتكلم كده الفرقتين بدأ ازاي احنا منتكلم الأول عن أتلاتكو مدريد احنا منتكلم أن أتلاتكو مدريد بدأ بخطة 3-5-2 3-5-2 بالاعتماد هجوميا على زواو فيلكس وطبعا جريزمان اللي كان غريب جدا أنه هو يعتمد عليه النهاردة لأنه قبل كده كان بيعتمد عليه بعد ديئة 60 عشان عدد الدقيق وتفعيل العقد مع بارسلونة بدأ بخطة 3 السولاسي الدفاع بالنسبة لأتلاتكو مدريد الجودة بتاعتهم ضعيفة لأقصى درجة بنكلم على أكسف الفيتس اللعيب خط نص مش معتاد أنه هو يلعب واحد منت سولاسي الدفاعي نفس الكلام بالنسبة لمندفا وطبعا فليبي البرازيلي سولاسي دفاعي سهل جدا اختراقه ومش بيلعب مع بعضه كمان تتكلم على أتلاتكو مدريد على أتلاتكو مدريد من لوك الدفاع في العالم بالضبط بالضبط اللي كان عنده أفضل الأظهرة أو أفضل المستكين الموجودين في العالم كلنا فاكرين جودين وكلنا فاكرين لوكس هناندز المتقلق ديبقتي معبايا منه بس أقولك حاجة دائما دفاع أتلاتكو مدريد كان قوته مش في العناصر أو مش في الأفراد أو مش في قوالة الأفراد هو بجان دائما في المنظومة أنا حاجة أن منظومة أتلاتكو مدريد من السنة اللي فاتت كمان مش من السنة دي فيها خلل كبير بكت بالضبط مليون في المية زود بقى على الجودة بتاعت السولاسي الدفاعي أن الأظهرة اليمين والشمال كانوا مش أظهرة دفاعية معدهمش الجانب الدفاعي بالعكس يعني ممكن أجنحة هجومية كمان احنا نتكلم على كراسكو ونتكلم على يورانتي نص ملعب أتلاتكو مدريد كنا نتكلم على جو كوندوكبيا وكوكي وطبعا يعني في نص ملعب كانوا سولاسي نص ملعب وقدامهم طبعا جريزمان وإجواو فيليكس عبقرية بقى أنشلوتي هو في السهل الممتنى أنا ما بغيرش أنا ما بفتيش أنا بلعب بخطتي المعتادة 4-3-3 بس مع استخدام فالفيردي جهاء جوكر فالفيردي كان بيقوم بدور مهم جدا في يعني ملعب أو نص ملعب ريال مدريد مش مقتصر بس على المسندة الدفاعية لا كمان كان ليه جانب هجومي وكان ليه جانب كمان أنه هو يقوي كارفاخال اللي احنا عارفين اللي هو مستواف التراجع بالنسبة للسن طبعا بالفيردي كان مع كارفاخال كانوا على قد ما بيقدر كان بيحرر مودريتش في نص الملعب وصناعة اللعب شفنا سنائية بقى وده تعويض بنزيمة شفنا سنائية بتاعة رودريجو وفينيسيس جونيور في الهدف الأول شفنا أن فيه تبادل شفنا أن فينيسيس هو اللي دخل في قلب الملعب وأن رودريجو هو اللي دخل ناحية الشمال وبعدين عكسه تاني في الأحراص بتاع الهدف الأول فحركة فالفيردي فالفيردي كمان في الهدف التاني أن فالفيردي كمل هجوميا بعد كرة اللي خبطت في القائم من فينيسيس جونيور ورجعت لفالفيردي فالفيردي كان نجم المباراة بشكل عام كان موجود في كل حتة في الملعب حتى كمان خلى كارفاخال شكله جيد جدا دفاعيا وحرر مودريج وفي نفس الوقت كان الجنب الشمال هو الاعتماد الأساسي لأنشلوتي في الهجوم أنشلوتي كان مركز قوي يا كريم على فكرة ضرب دفاع أتلاتكو مدريد وراء الأظهرة بتاعتهم وده شفناه في الهدف الأول وفي الهدف التاني إن الكور بتتلعب خلف الأظهرة خصوصا كمان إن يورنتي في الجنب اليمين وكراسكو في الجنب الشمال ما عندهمش قدرات دفاعية كبيرة غير كده كمان يعني سلاسي بقى يعني حتى خط نص أتلاتكو مدريد ما كانش يلاقي نفسه سواء بنتكلم على رودريكو دي بول اللي ما قلتهوش في الأول وبنتكلم على كوندوكبيا وبنتكلم على كوكي فأنشلوتي تعامل مع المباراة بمنتهى الهدوء على عكس كمان العصبية اللي شفناها بالنسبة للعيبة أتلاتكو مدريد وجمهور أتلاتكو مدريد واللي شفناها طبعا مع فينيسيو جونيور من قبل المباراة صحيح حسيت أنه ريال مدريد استين محتاج مهاجم تفتكر ريال مدريد هيخش يناير ويجيب مهاجم ما اعتقدش أنه هم محتاجين يستثمروا في مهاجم لو في مهاجم بسعر مقبول يبقى بيكمل معاهم اللي فاضل من الموسم وينفع كمان يشارك معاهم في دوري أبطال أوروبا كبديل لبنزيمة تمام وريال مدريد متعود على الموضوع ده على مدار سنين كتير فاتت يعني فاكرين أدي بايورو فاكرين صفقات بتيجي في يناير بس لإنقاذ موقف لو فيه غيابات أو كده وتشاريته طبعا لكن أنا مش شايف أن ريال مدريد محتاج يستثمر في مهاجم بوجود بنزيمة وحتى كمان معاوضين بنزيمة لأن ريال مدريد مع أنشلوتي متعاود دايما أن كل لعيب ليه أدوار هجومية ودفاعية بنفس المستوى تتكر سيميوني ممكن ما يكملش الموسم مع عتلتكم مدريد يعني مش وارد لأن سيميوني من أكتر المدربين اللي بتحصل على راتب في العالم أن ما كانش أغلى مدرب في العالم أما أصدش أنه اللي يمشي هم اللي يمشون التخلص منه ليه توابع مالية كبيرة جدا يعني نفس القصة مثلا لألاجري مع ليوفانتوس ليوفانتوس لو قرر أن هو يخيل ألاجري بعد الخسارة النهاردة قدام منزة يعني أخير الدوري إيطالي هيدفع 27 مليون يورو دي 3 سنين عقد لغاية فرصة أسهلك هل تريد أن ألاجري يمشي؟ يعني أنا كله واحد بيحب لغاية من ثلاث أسابيع كنت مقتنع أن ألاجري ممكن يحول موسم ليوفانتوس زي تاني موسم لألاجري مع ليوفانتوس لما كان في المركز الأربعة عشر وقدر يحصل على الدوري وكمل بالليوفانتوس السنة اللي بعدها وقدر يوصل لنهائي دوري الأبطال لكن أنا حاسس أن ألاجري معندوش جديد يضيفه مع ليوفانتوس عشان قلب الموسم بقى بعد الخسارة النهاردة والموقف الصعب في تشامبينز ديج وفي نفس الوقت كمان فيه أزمة ثقة ما بين اللعيبة وما بين ألاجري وما بين مجلس الإدارة وما بين ألاجري وأولهم ندفة طيب آخر حاجة أسألها لك فضل يردك في اللعب أرسن النهاردة لشاركة عنده 15 سنة والله يا كريم أنا بقلق يعني ما فيش لعيبة ظهرت في السن الصغير ده وكملوا يعني الوامدر كيتس في العالم نحن نتكلم مثلا عن لعيب أمريكي اسمه فريدي أدو فريدي أدو ده يعني تكلموا عليه ولعب وهو عنده 14 سنة وسافر وكان يحترف كان هيروح مانشستر يونايتل أليكس فركسن أجل شوية التعاقد معاه ده العيب كان كل العالم بيتكلم عليه إنه هو شاركه عنده 14 سنة وشوية كان في الدوري الأمريكي واللعيب ده تقال عليه خليفة بلي وتكلموا عليه كتير قوي وبعد كده مسيرته ما كانتش بالقوة دي نفس كان بالنسبة لولكوت مثلا أعتقد أن والكوت كان من الناس لأصحاب الأرقام القياسية في السن الصغير اللي شاركوا فيه لكن مسيرتهم ما بتبقاش مع الأضواء مع الكلام عليهم لكن أرسن المشهور بالموضوع ده ومين عالم؟ ممكن يبقى ميسي وممكن يبقى فريدي أدو صحيح كده وبقى انشرفت ونوارتك العاد دايما بستمتع جدا بتواجدك معي شكرا جزيلا شكرا جزيلا